المسلمان يبحث اليوم بمقر الرئاسة المشهد السياسي الراهن مع شباب ثورتين يناير ويونيو الجنايات تستمع اليوم لشهادة قائد الحرس الجمهوري السابق في محاكمة مبارك ونجليه والعدلي اليوم انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات جينيف 2 لحل النزاع السوري نشرة التاسعة أهلا بكم يلتقي اليوم أحمد المسلمان المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية بشباب ثورتين الخامس والعشرين من يناير وثلاثين من يونيو لبحث ما يرجع على الساحة المصرية من المستجدات والمشاورة بشأن تطبيق خريطة المستقبل يأتي لقاء المسلمان مع شباب الثورة بناء على توجيه من الرئيس عدل منصور للتأكيد على أهداف الثورتين وبحث المشهد السياسي الراهن تستأنف جنيات الإسكندرية اليوم الاثنين محاكمة 76 من المنتمين لجماعة الإخوان على خلفية اتهامهم بالتسبب بمقتل 12 شخصا بالاشتباكات التي وقعت في الـ 26 من يونيو الماضي بمحيط مسجد القائد إبراهيم بالإضافة إلى إثارة الظار والتحريد على الجيش والشرطة والنظام الحالي في جمعة التفويد تستأنف محكمة الإسكندرية محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وست من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وكانت الجلسات المحاكمة قد أجلت للاستماع إلى العميد أركان حرب أيمن فهيم قائد الحارس الجمهوري السابق ويحاكم مبارك والعدل ومساعده الستة في تهم بالتحريض على قتل متظاهرين سلميين نائبان ثورة الخامس والعشرين من يناير وإحداث فراغ أمني كما يحاكم مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي ومن الشأن السوري تبدأ اليوم أعمال جولة ثانية من مفاوضات مؤتمر جينيف الثاني للسلام بشأن سوريا بين الحكومة والمعارضة السورية للوصول إلى حل سلمي للأزمة الراهنة بحضور المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي وتعقد جلستان صباحية منفصلتان أولهما بين الإبراهيمي ووفد المعارضة وثانية بين المبعوث الدولي والعربي ووفد النظام على أن يتم تأخير الجلسات المشتركة إلى الأيام المقبلة وفي العراق انفجرت سيارة ملغومة في منطقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص فيما عثرت دوريات النجدة على عبوة نسفة بمنطقة الوزرية شمالية بغداد يأتي هذا فيما تستمر الحملة العسكرية للجيش العراقي ضد المسلح العشائر بمحافظة الأنبار وبدأ الجيش العراقي منذ الأسبوع الماضي عملية واسعة النطاق في مدينة الرمادي التي خرجت بعض أحيائها في وسط وجنوب المدينة عن سيطرة الحكومة وأخيرا ومن أخبار الرياضة أحرز المهاجم الأرجنتيني لينيل ميسي هدفين ليحاول برشلونة حامل اللقب تأخره إلى الفوز بأربعة أهداف لهدف عن مضيفه إجبيلية والعودة لصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ومع تبقي 15 جولة على النهاية يملك برشلونة 57 نقطة بالتساوي مع ريال مادريد صاحب المركز الثاني وأتليتكو الذي يحتل المركز الثالث إلى هنا مشاهدين انتهت نشرة الأخبار شكرا لكم شكرا لكم